ما عادوا يأمنون أن يلقوا برؤوسهم على وساداتهم والمراكز الإسرائيلية تتربع فوقها نزحت مئات العائلات من كفرشوبا كما غيرها من البلدات الحدودية منذ أيام الحرب الأولى خير الله عبد العال يقيم وعائلته في أحد مراكز الإيواء بحاصبيا يرفض أفراد العائلة تصويرهم لأنهم اعتادوا ظهور وقد هشمتهم قسوة الحياة ما في محل نقاط فيه ما فيه يعني بدك تستأجري أجار البيت 200 دولار 300 دولار نحن ننبع نجيب نحن نشغلين يوميا يعني كنا نروح نشتغل بالأرض لا حوشنا موسم زيتون ولا حوشنا شيء ما ما سطعنا شيء بالمواسع كلها خربت ما قدرنا نروح عليها تسعة أشهر من الحرب هجرت نحو 100 ألف بحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية غالبيتهم انتقلوا إلى منازل آمنة في حين أن قلة يعيشون في 16 مركزا للإيواء من بينهم هذا المركز اهتم بتأمين خدماته المجلس البلدي الذي رفع الصوت مؤخرا بسبب عدم القدرة على الاستمرار بس تكون كهربت الدولة مقطوعة ونحن عم نعطي الكهرباء عمدار 24 سيعة وهيذا منعتبره واجب معنوي وأخلاقي تجاه النزحين لنخفف عنه ونزوحهم بس ولكن فيه كهربت الدولة الطيار الكهربائي الرسمي ما فيه كمان البلدية تغطيه قدنا العيش الكريم لازم يكون فيه كهرباء وماء عمدار السيعة الماء كلنا منعرف استعمالاتها عب يعطوهم ماء للشرب بس ولكن ما بتوفي بالحاجة فيه غسيل وفيه طبخ وفيه كثير من القصص وفيه استخدامات شخصية لتعني النظافة الشخصية لا نفذة ضوء تزيل قتامة أيام النازحين منذ تسعة أشهر فالحرب مستمرة ولا أفق يبين نهايتها لا شك أن ملف النازحين أحد أكبر وأخطر تداعية هذه الحرب لكن حزب الله الذي اتخذ القرار بدخولها يسعى لتأمين بدلات إيواء ومساعدات عينية واستشفائية لجزء كبير جدا من النازحين في مسعى حسب مراقبين لامتصاص غضب شعبي كان يمكن أن يعيق مضيه في معركته في الأشهر الأولى من الحرب تجنب حزب الله العمل من محيط البلدات الكبرى كالخيام مثلا وذلك للحد من أعباء النزوح وأعداد النازحين لكن الميدانة توسع وارتفعت الأعداد حكما مما دفع بحزب الله إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف احتواء الموقف في حين لا تزال خطة الطوارئ الحكومية تواجه حتى اللحظة صعوبات تعيق تنفيذها دارين الحلويسكا نيوز عربية مما رجعون على الحدود الجنوبية